طيب الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ونوالاه السلفية هي نسبة إلى السلف والسلف هم من تقدمك في الخير أو من سبقك من أهلك وقد تطلق على أهل الخير وأهل الشر والسلفية هي نسبة إلى الصحابة والقرون المفضلة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهي انتساب إليهم أي أنها تفهم الدين على ما فهمه أو على ما فهمه هؤلاء السلف وتدعو الناس إلى الرجوع بفهمهم إلى السلف الصالح وليس معنى ذلك أن يترك الإنسان أمور الدنيا يعني مش معنى الإنسان السلفي ده الإنسان الما بيركب عربية وإنه يوقف حماره برة في الجامعة وإنه ما يلبس جديد أو كذا أو كذا هذا ليس من معاني السلفية وده اللي بيحاول يصوروا ليك أعداء الإسلام وده يدول على ضعفهم وعلى جهلهم إنه الدعوة السلفية ما المقصود منا يا أخواننا إنه نعطل الدنيا ما المقصود كذا وإنما المقصود أن نفهم الدين هذا الإسلام وهذا الدين بفهم السلف الصالح ومن يجب لنا دين جديد لأنه لو قلنا دارين نفهم الإسلام بغير فهم السلف الصالح بنجب لنا أديان على قدر من فهم الإسلام أنا في إمتى الإسلام بيفهميانا معنى عندي دين بيفهميانا وده فيهم بيفهمه ودهك بيفهمه أسأل الناس اللافة دي كله أنت قال فهموا في شو التراب عنده دين براو والصوفي عندهم دين براو والأخوان المسلمين كلهم عندهم دين براو وأي ناس عندهم دين براو ليه؟ لأنهم ما رجعوا إلى فهم السلف الصالح ولماذا نرجع إلى فهم السلف الصالح؟ ببساطة جدا لأنهم الذين نزل عليهم الدين وطبقوا هذا الدين ورضي الله عن تطبيقهم لهذا الدين وأدخلهم الجنة ما في زولة الآن موجود طبق الدين كما طبقوا الصحابة ولا ربنا أخبرنا إنه راضي عنه زي ما رضعنا الصحابة والأدل على وجوب اتباعهم كثيرة جدا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق المشهور وستفترق أمتي إلى 73 فرقة أبقوا شنو أنصار صنة أبقوا مؤتمر وطني جبهة ديمقراطية أبقوا شنو النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحدة قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذه مسألة المسألة الثانية في السلفية يا أخوانا السلفية التي ندعو إليها هي منهج وليست أشخاص كما قال الإمام مالك كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فالسلفية لا تتعصب إلا إلى المنهج أيضا مسألة مهمة إنه لما نقول السلفية هي المنهج الحق المنهج الوحيدة اللي بدخلك الجنة وده بنقوله لغاية إلى أن ينقطع النفس رفتها الكلام ده لما نقوله ما معنى أن إحنا أخواننا في الجنة أنا فلان في الجنة أنا الآن مراسلكم من داخل جنة عدن لا دم أنا ما بقول كده وده بحاولوا يفهموا المجرمين من الشيعين وغيرهم الناس البدسوا ما بيصهروا ديل ما بناخشوا فده ما المقصود المقصود منهج عصمة من تمسك بهذا المنهج نجأ وقد يدعي الإنسان أنه من أصحاب هذا المنهج ويكون غير مخلص في تمسكي بهذا المنهج فلا يكون هذا الإنسان من الناجي لكذا أخواننا نحن دعوتنا لمنهج السلف ليس دعوة إلى إشخاص وليس إدعاء أن فلان وفلان من أهل الجنة الآن من دعاة السلفية المشهورين في العالم الإسلامي اليوم مثلا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله شيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ بن عثيمين بن باز والشيخ الألباني وغيرهم من العلماء الذين توفوا وحفظ الله الباقين لكن لو جيت سألت أي سلف يقولت له رأيك شنو في بن تيمية في الجنة ولا في النار لو قل لك في الجنة ولا في النار دمرك من السلفية ذاته ذاته بيقى ما سلف وذاته بيقى ما سلف ليه أخواننا؟ لأن السلفية أصلا لا تستطيع أن تحكم لأن الذي يحكم على الناس هو الذي يعلم على ماذا يختم لهم كما قال الإمام القرطبي وذلك كلام طويل جدا فهذه هي السلفية وأي جماعة موجودة الآن لا تمثل السلفية صار السنة ما بمثلوها صار السنة بيقوا مؤتمر وطني بثوب السلفية بكل أشلاء إصلاح مركز عام جمعية كتاب وسنة وغيرها خلاصة كيزان بيديقين بس ده الخلاصة بتاعتهم باعوا الشغلانية وانتوا من الموضوع وبيقوا يدافعوا الآن عن الترابي ممتع؟ زي ما قال دكتور خالد ومينان ممتع موضوع طويل وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رغم الإله صداك يا قحطان